السلام عليكم واني زنوبيان بغداد ارحب بكم قناتي زنوبيان شانال واني اليوم حابة اعرفكم على طريقتي بتنظيف البشرة وبس قبل ما ابدأ بالطريقة اريد اقول انه انا رح نزل رفيوهات مختصرة لانه اكو بعض المنتجات ما تحتاج الى شرح طويل فرح نزل عنها رفيوهات مختصرة واكو بعض المنتجات تحتاج الى شرح ويعني تفاصيله هواية مثل الكريمات الاساس عناب البشرة الى اخره فهذه رح انزل عنها رفيوهات طويلة يعني يصحب انوهل هذا الشيء واسه رح نبدأ بطريقة طريقتي بتنظيف البشرة انا اليوم ما رح احتي عن منتجات تنظيف البشرة رح احتي على طريقة تنظيف البشرة شنو هي الطريقة؟ الطريقة هي خلونا نبدأ بالسؤال الاتيس اي ابنية تباوع انا حابة اسأل اقول انت تفركين وجهي او مثلا الغسول فرقتي وجهي هل تفركين وجهي بهاي الطريقة؟ لا انو انو انت تفركين بهاي الطريقة انا متأكدة سأقلب البنات رح يقولون انحنا نفرك بهاي الطريقة هسا انا واحدة منكم هميا اسوي هيتشي افرك بقوة ليش؟ لانو احنا نتصور انو هذا الفرك القوي للجلد هو اللي ينظف البشرة ويطلع المكياج من المسامات وانو هذا شي زين اضف الى ذلك انو احنا ممكن نكون يعني اكون مثلا مستعجلة تعبانة اريد اخلص ما الي مزاج الى اخرهي فهذه كلها تخليني انشنو اكون مستعجلة وافرك بقوة الطريقة الصحيحة للتنظيف هي بهذه الطريقة لازم تجلد ما يتحرك طبعا هذا الشي ما يتحقق لانو احنا مثل ما قلت كل هاي الاسباب اللي سابقة احنا ما نسوي هاي الطريقة الشي اللي انا رح اقوله اليوم هو رح انزل هذه الصورة اللي هسي رح تنزل امامكم هذه الصورة هذه الحركة تسوينها بوتشتش وبعدين تبدين زيلين المكياج او حتى لما تريدين تخلين عناعب البشرة ليش الحركة هاي نسويها شنو فائدتها الحركة هذي اذا انتي شديتي الوجه شديتي وجهش بهذه الطريقة رح تحقق لاش عدة مزايا اولا انتي متفركين بقوة معناته ما يترهل الجلد او يسبب تجاعد بالبشرة هاي واحد ثنيا شد عضلات الوجه ومعناته هذا فتشي ايضا مثل ما قلت ما يسبب تجاعد ما يسبب ترهل وهذا اسمه يوغافيس اي بني الموضوع جديد عليها خلي تكتب بجوجل يوغافيس وتشوف شنو اليوغافيس تتعرف اكثر عن الموضوع الشي الثاني انه الجلد لما احنا نشده بهاي الطريقة لما انا اشد وجهي بالطريقة اللي حجيت عنها اول شي هذي رح تفتح المسامات عندي فيكون التنظيف يفوت للمسامات على الاعتبار انه انا فرشت الجلد فراح تفوت التنظيف رح يكون اعماق للمسامات ثاني شي انه اللي اقدر واني امطوج شي بهذه الطريقة انه انا رح اقدر افوت بالزوايا اكو زوايا الانف زوايا الوجه يعني فهذه انه اقدر افوت وانظف على راحتي ونفس الوقت انا مساوية شد للبشرة فكل هذه المنفعة تحصليها وانتي دا تنظفين البشرتش وممكن هذا يكون العملية هاي نسويها يومية احنا او يمكن مرتيا نسويها باليوم فهذا الشي هو افضل طريقة لتنظيف البشرة وطبعا جربوها وراح تعجبكم ان شاء الله وحابة اقول انه اتمنى عليكم انه تشتركون بالقناة وتنتظرون الريفيوهات القادمة ان شاء الله راح تكون مفيدة ومثل ما معلمتكم قناتي ماكو كوبي بيست اكو شي جديد دائما ومفتكر تحياتي لكم وشكرا